أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم وليدين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له كفواً أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له كفواً أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له كفواً أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس الله الناس من شر الوسوات الخناص الذي يوسوس في سدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياه نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين نعمت عليهم غير المكدوب عليهم ولا الطالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لاميم ذلك الكتاب لا ريب فيه أدل المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقنا منفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبلا آخرتهم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد آباء أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته سلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا الشفيعنا وحبيبنا نبينا مولانا محمد وبارك صلوا عليه وسلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا محزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العرفات على النبي اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة واقنا عذاب النار واقنا عذاب القبر واقنا عذاب الحشر واقنا عذاب الدين واقنا عذاب الدارين الهي باق پروردگار مولا تعالى سامنے رکھے گئے تمام شرنیوں کا سباب پروردگار عالم اور جتنے بھی قرآن مقدس کی آیات تلاوت کیے گئے مولا جتنے بھی ذکر و اسکار کیے گئے مولا سب کا سباب اپنے رحیمے اور کریمے کے تبار سے سباب بتا فرما اور تمام ذکر و اسکار کا سباب سب سے پہلے حضور پرنور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں مولا قبول فرما ان کے بعد تمام انبیاء و مرسلین صحابہ اکرام تابعین تب تابعین ایم مشتہدین اولیاء ایزام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں مولا قبول فرما پروردگار عالم ان کا سباب تمام شہدہ کرب بلا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں مولا قبول فرما اور مولا تعالی ان کا سباب بالخصوص پیران پیر روشن ضمیر شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی انہوں کے بارگاہ میں پیش کرتا ہوں مولا قبول فرما پروردگار عالم حضور غوث عظم رضی اللہ تعالی انہوں کے صدقے سے مولا تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما پروردگار عالم ہم تمام مسلمانوں میں جو کوئی پریشان حال مولا تو ان کے پریشانی کو دور فرما مولا تعالی ہم تمام مسلمانوں میں جو کوئی بے روزگار مولا تو نے حلال رزق عطا فرما مولا تعالی ہم لوگوں میں جو کوئی بے نمازی ہے مولا تو نے پانچ وقت باج معات نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما مولا تعالی ہم لوگوں سے وہ کام لے مولا جس میں توڑتر ہی محبوب کی رضا مندی ہو مولا تعالی ہم لوگوں کا وقام سے دور رکھنا مولا جس میں تور تری محبوب کی ناراضگی ہو إن الله وملائكته صلونا على النبي يا أيها الذين آمنوا صلو عليه وسلم وتسلما الله رب محمد صلو عليه وسلم نحن عباد محمد صلو عليه وسلم صلاة و السلام عليك يا رسول الله صلو الله تعالى عليه وسلم سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ وَمَّاسِبٌ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بَحَقْ لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ رَسُولُونَ